إن طالب يدخل المدرسة بسلاح أبيض أيا كان شكل هذا السلاح أو حجم هذا السلاح ده مؤشر خطير جدا لأنه طعن زميله وقدت إلى وفاة الطالب محمد عمر مهران يعني البقاء لله وربنا يعزي أسرته وأهله نشدت بقى مدارس محافظة برسعيد أولياء الأمور بضرورة التأكد من عدم حيازة أبنائهم لأي آلة قبل النزول من المدرسة هنا هو حلو إن المحافظة تقول كده وحلو إن وزارة التربية والتعليم تقول كده بس خلي بالحضراتكم اللي في دماغه إنه يستخدم سلاح مش هيغلب يسربوا من أهله ومفيش هيبقى واحد يقول له بابا أو مامته تعال فت الشنطتك قبل ما تنزل هي قصة جماعة مش تواجد السلاح مع الطالب هي قصة أخلاقية الطالب اللي تخليه يستخدم سلاح خده بقى من بيته خده من واحد صاحبه كان مخبيه سوري يعني في الشراب من تحت أو في الشوز كان مخبيه جيبه وكان مخبيه شنطة المدرسة مش هي دي القضية القضية الأخلاقية اللي توصل طالب في مدرسة إنه يروح بسلاح فمش القصة إنه ما تروحش بالسلاح يعني لو رايح حتة تانية طبعا هم ما يقصدوش كده يعني بس ما هو ممكن ما يروحش بيه المدرسة بس ينزل بيه قبل حد بعض الضر يروح بيه أي حتة فهي القصة أكبر من كده نشرت مدرسة مدرسة 23 ديسمبر ببرفؤاد برضو تحزير لأولياء الأمور في عدم وجود أي أسلحة والمدرسة نبهت على ضرورة استخدام عدم استخدام العنف مع التعامل مع زملائه الطلبة بينهم وبين بعض وعدم استخدام العنف من المدرسين يا جماعة المنظومة في المدارس وتحديدا المدارس الفنية اللي عندنا من زمان يعني أنا عايز أقول لكم ولن أخفيكم سراً فيه نوعيات من الطلبة هو راح مستبيع اللي هو فتح سدره و راح يتخلق هو مش راح يتعلم هو آخر حاجة عنده التعليم مش عايز أقول كل الطلبة بس فيه نوعيات كده فهي القصة لازم يبقى فيه ثقافة أو لازم يبقى فيه سلوك أو لازم يبقى فيه استراتيجية من الدولة دي مدرسة دي مش منطقة بلطجة دي مش منطقة فرض عضلات دي مش منطقة إن واحد يخش بسلاح والسلاح وما وراء السلاح يعني هي القصة في كده فالعملية محتاجة تنظيم ومحتاجة حملات ومحتاجة رقابة على هذه المدارس أستاذ محمد عبداللطيف وزير الترابية والتعليم نزل بيان رسمي تقدم فيه بخالص العزاء لأسرة الطالب محمد عمر بالصف الأول الثانوي بمدرسة برسعيد الثانوية الصناعية الميكانيكية التابعة لإدارة شمال التعليمية بمحافظة برسعيد وأكد الوزير إن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية أبنائها توفير بيئة تعليمية آمنة سلامة سير العملية التعليمية في كل محافظات مصر والكلام ده محتاج رقابة وبقول لحضراتكم يمكن المدارس العادية محتاجة رقابة في المدارس الفنية محتاجة رقابة مضاعفة ليه؟ لأن الثقافة من سنين في المدارس دي فيها معلش أنا آسف في الوصطلح اللي أنا أقوله فيها نوع من البلطاجة أو فيها نوع من التجاوء مش كل الطلبة لكن نسبة كبيرة من الطلبة آه طورنا دلوقتي ومدارس تكنولوجية وتبعال شركات كبيرة وشركات تبعال شركات قطاع أعمال وقطاع خاصة وحاجات تفرح وفيه تطور جاء أنا لا أنكر هذا ولكن لازال عندنا جزء من هذه المدارس لازم يبقى فيه تجديد لازم يحسوا أنهما راحين مدرسة مش راحين يتخنقوا ولا يفردوا عدراتهم على بعض مرة تاني خالص العزاء لأسرة هذا الطالب يعني فقيد هذه النوعية من البلطجة وحامل الأسلحة في المدارس